على ما يبدو الرئيس تابون قاعد يعمل فيه تصفية حسابات على حساب تونس مع المغرب على حساب تونس في الكلام عبد المجيد تابون أنه يوظف الملف التونسي في معاركم على المغرب يخويا إذا كان عندك معاركم على المغرب برا فوضع بعيد على الجغرافية التونسية وبعيد على السلطة التونسية السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وآخيرا خرجوا لنا بعض الأساتي دار تونسيين اللي عندهم واحد العقل وواحد الرازانة وخرجوا في عبد المجيد مونديلا نيشان بحكم أن عبد المجيد مونديلا وكان يدخل المغرب وسياست المؤامرة لمرض بها الشعب الجزائري والذي يقولون هاشوفوا عندكو راية الطوابير وهذه مشاكين التي تعيشها رأيها سببها المغرب المغرب إسرائيل كذا كذا المؤامرة كتأمروا علينا كذلك نحن مستهدفين نحن كذا دووز الشعب التونسي وقالوا يومي يا الشعب التونسي راهت مشاكين التي تعيشها سببها مؤامرات مغرب المغرب كتأمر عليكم حقات لكي توجدوا المرض و هناك أسهل تونسي يقولون لها مشاكل و تصفيت الحسابات مع المغرب و دخلها بينك و بينك لا تضخل تونس و الشعب تونسي في هذا المرضى يجب أن تصفيت الحسابات من نقل المغرب دخلت تونس بعيدة كيف لم يقال لأستاد سير؟ ولكن الأشياء التي عجبتني هي لأستاد تونسي كيف سنسمعه؟ قال لي عندما تبهت عبد المجيد من ديلا يقول لك أننا لا نتخلق و أحبه و كريه من كريه تونس تهدر على حدودها و الصحراء و التي ادتها فرنسا و زادتها لجزائر و كيف ستتبهون هذا؟ و كيف ستتبهون هذا؟ ستبقى معنا بنفس الخيطة التي يقول ذلك و نهارنا نضعوا على الحق و نضعوا على الأراضي ديلا الذي ستبهتها فرنسا و ادتها لنا و زادتها لجزائر و هذه الرسالة التي بجاءنا أن نوصله للشعب تونسي و هذا الإنسان سأتدر معكم هذا شيء نظر على مواقف هذه القيس السعيس لأن تونس طوال التاريخ كان دائما في الحياة في قضية الصحراء المغربية ولكن النهار قيس السعيس أو لا محسوب على تبون و هو الذي يمشيه فأنا نسمعوا راقكم هيبر و سأقول لكم مرة الشعب تونسي يستفد منه شيء دينار هذه فقط الخلاص قيس السعيس على المواقف ديالله تكون عندكم واحد شوية للجرأة و تطالبوا بالحقوق ديالكم و تطالبوا بالأراضي ديالكم المسلوبة تعلموا شوية من المغاربة لا يزالوا احسابنا على صحراء الشرقية خلقوا موشكين بصحراء الغربية ولكن لا تنازلوا على صحراء الغربية طوينا الميلة عن الصحراء الغربية المغربية الآن المغربي يو طالب صحراء الشرقية المغربية و سيأتي دور علي السبتة و من يليل ولكن المغرب أخرى سيقوم بخصفة استراتيجية فنستمعون مزيج نقلولات الإعلام التونسي وشنقلولات الأسلسية التونسية اللي كي طالبوه عبد المجهيد المونديلا هاد نظري دي المؤامرة ونحن مستهدفين ندخل فيها تونس خلي تونس بعيدة خليكم مع الفيديو كيف العادة ما تنسوش لايك خلونا الرأي دي كوم تعليقاش ناس لي مزل مهم شارك نشماني شاركوا وفعلوا الجرس بشي وصلكم الجديد دينا دائما سمعت البارح بتأكيد شنودي قال ليهمنا مقال على تونس الحوار مهم جدا البارح لرئيس الجزائري تابون نفس السؤال تابون أقحمنا في معركة ما نشترف فيها احنا بين تونس والمغرب تابون تقريبا قال الرئيس الجزائري بأن المؤامرة بدأت بعد هذه زيارة معناه اللوبي المغربي المتغورة وحتى في الاتحاد الفريقي المغرب موجودة وفي كل هيئات الدولية عليش أقحم ناحس برا يكتبون في هذه المعركة؟ شوف أول شي خلينا نعالج المثلة في المكرو نظرية المؤامرة شوف ديما 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 قاعدة في العلوم السياسية واللي قالي شوية معناها أدبيات العلوم السياسية ديما الشعوب والدول اللي تتعمق فيها الأزمة ملجأها الوحيد نظرية المؤامرة يتآمر علينا النظام والسلطة اللي تعيش أزمة ملجأها الوحيد هي نظرية المؤامرة وبيانسور وقتها وما تابعها من جهاز مفاهيمي مصاحب الخوانة العملاء التجويع التنكيل نفس الشي راه هو حتى اللي تتبوني يتكلم في نفس المنطق لأنه هو بدوره يعتبر نفسه معناها قاعد يتعرض إلى مؤامرة بالله شوف أول شي فما منظومة دولية وفما منظومة كونية هي اللي قاعدة هو اللي قاعد مش معاه ضده عندك تحالفاتك هذا كموضوع آخر فما مسألت الترتيبات اللي يهمني يعني بدرجة رئيسية هو السيادة الوطنية سيد الرئيس ما هو يتكلم لنا على السيادة الوطنية أخي تبون ما هوش تدخل سافر في السيادة الوطنية التونسية بالمدخلين هل من المنطقي ومن المعقول أنه رئيس جمهورية يتكلم على مؤامرة لدولة مجاورة هذا المفروض في الدبلوماسية كيفاش تتم لحكاية دي أول شي اخي تبونه واكتشفها المؤامرة تي ما هي أجهزة الاستخبارات المفروض كون الاستخبارات للتونسية والاستخبارات الجزائرية تنسق ما هي فائدة انه الاعلان على مؤامرة فين تونيبيان عن سكول في قناة الجزيرة هي عاد هنياني توامش نولي نفكر زادة بنفس منطق المؤامرة أماني مش مش يقول منطق مؤامرة هي كلمة تعجبني عند السفير الفلسطيني يسميها الترتيبات هي كلمة سليمة جدا كلمة منطقية الترتيبات هي يراه تبون قاعد يحمي في نفسه والجزائر تحمي وهذا من حقها خمس معاه نكمل لك لا مهم معاه انه اذا كانت تربطها بالجزيرة مش تربطها بتحالف ثلاثي وهو اللي قاعدت ويتكلم على تونس اللي هو التحالف الغاز اللي يجمع الجزائر قطر وايطاليا هاو اللونجو فيه هاي يتلعشي عاداني توى بالمنطق بنفس المنطق هذا انو اللي يقول العودة العلاقات التونسية والعلاقات المتواترة اللي ولت بين تونس وقطر من جهة والجزائر وقطر من جهة ثانية وايطاليا وتونس من جهة وايطاليا والجزائر من جهة ثالثة والطلب الأخير متاع ايطاليا لسلطات القطرية بدعم تونس هاته هذيه ننزج في خيوط مؤامرة عالله خلينا نكونوا عقلنيين خلينا نكونول عقلنيين وحكماة وقولوا هذاكا هو منطق تسير الدول الدول لكن الحكمة تقتضي كونه الجزائر جارتنا وشقيقتنا وشقيقتنا الكبرى اما راو ما ننسى وش كونه تاريخيا مآسيا راو في علاقتنا مع الجزائر موطلح سيد الرئيس مسألة الحدود كان نطرح مرة اخرى من مدرسة مسألة الحدود مع الجزائر كما طرحناها مسألة الحدود مع ليبيا يعني هنا على ما يبدو الرئيس تابون قاعد يعمل في تصفيت حسابات على حساب تونس مع المغرب على حساب تونس تاكيد فينكس مع تنليح البرح حوار حوار تابون هم دقيقة ونصف على تونس لكن تجد تحل ديباك برياس خمسين ثاني حسابته على ستة وعشرين دقيقة ايه ما لكن كيحكي رئيس الجزائري رأو رئيس الجزائري بثيقل متع الدولة متع وتحفى على مؤامرة تونسية لكن هالاقحمة تونس في المعركبية معنى ترى انه بالحق الجزائري يوم واقفة ضد هذيها المؤامرة احب من احب وكره من كره والمؤامرة كبيرة ياسر واللي الشرارة متاحة انطلقت وقت اللي زار ابراهيم الغالي تونس انا النقطة اللي ما حبيتهاش في الكلام تعبد المجيد تابون انه يوظف الملف التونسي في معركب على المغرب يخوية اذا كان عندك معركب على المغرب براف وضع بعيد على الجغرافية التونسية وبعيد على السلطة التونسية اذا كان احنا يعني تعكرت الوضع في تونس تعكر ولينا في ازمة مضاعفة في تونس وتعقدت الازمة من اللي استقبلنا ابراهيم غالي انا نقول لك يا سيدي الكريم توقف عند هذا الحد وشوف مساء الاخرى تحدث عليه نحن علاقتنا مع الجزائر علاقة صديقة والدولة شقيقة والشقيقة الكبرى قولت حب كما علاقتنا مع المغرب كما علاقتنا مع اللي بمنخلي وحتى حد لسنا ولاية تابعة للجمهورية الجزائرية المحترمة واحد ولسنا تابعين لأي دولة نحن دولة مستقلة عنا قرارنا سيادي وعلاقتنا القريبة من الجزائر زاد علاقتنا قريبة من المغرب ومن ليبيا وكل اصدقاء ومن خليه حتى طرف يدخل وليكن ثوابة السياسة الخارجية متاعنا راهو على طول معناها تارب لو يدخل لو يتدخل قيس سعيد حاليا ويتحدث هو ويحاول توظيف ازمة عربية تو تشوف حجم الانتقادات اللي يتعرضه تو تشوف حجم الجلد اللي يتعرضه قيس سعيد سيجلده ليلا نهارا صباحا مساءا ويوم الاحد بمجرد تحدث على معطى في علاقة بليبي شوفنا شنو اصار تو عبد المجيد تابوني يحب يوظف تونس في مارك عم المغرب يا اخي بر رفض معركتك بيد علينا وح سامي اي انا كيما اقل سرحان هو الكلام علي كل معنى على غيرك على جارك بضبط هو في الحديث على المؤامرة تحدث على صحيح تحدث على المؤامرة لكن تحدث على المؤامرة من زاوية النظار الجزائري لانه ربطها بزيارة زعيم البوليزاريون لتونس هو ربطها بالرواية المؤامرتية الخاصة بالجزائر ماهيش المؤامرة في المطلق وماهوش متبناش سردية المؤامرة متى قايس عيد تحدث على المؤامرة صحيح لكن في سردية المؤامرة متى قايس عيد حتى اطرف صديقة مع قايس عيد ورينا في اللي خرجت من الملفات ناس تتحدث على التواصل بين المؤامرين نظومة والجزائر متحدث على المغرب الجزء من السردية هزق قايس عيد وحكاية على نقطة مشتركة وهي نقطة المؤامرة لكن حطها عبد المجيد تابون في سياق ليخدم الرواية الجزائري فما فرق بين المؤامرة وبين نظرية المؤامرة السياسة كما قال أحمد في البداية جوهرها فعل مؤامراتي لانه عدد المقاعد مقارنة بعدد الفاعلين السياسيين دي ما يكون ضعيف جداً وبالتالي عملية التزاحة من أجل وصول لذلك المقعد تتطلب في علم مؤامراتي هي لعب دور الضحية في الجوهر مثلاً انه نحن ما غير بشتفيق السباح وتمشي تخدم على روحك يا شعب محترم تقول لا رو نحن في محالة مؤامرتي علينا مخليتنا في الوضع هذي وذي اللي خلى تبرير دخول في السياق التبريري متاع نحن عليش وذي ما يحكمش كان الشعوب بمتاعنا نحن كهورة حتى في القودي سيكت معناها فيه حتى في بلدان متقدمة جداً تؤمن بالفكر مؤامراتي ساعة الفكر مؤامراتي خلت درجات مضحكة هذا لا يعني انه ما في ماش مؤامرة مؤامرة بالتونس الحاجة المتعلقة لا لا الحاجة المتعلقة بالمؤامرة في تونس واللي احكي عليها رئيس الجزائري اعتقد منه الرئيس الجزائري بغض النظر على وجود مؤامرة في تونس والله ماذا تريد الجزائر من تونس الجزائر تبحث على تشكيل نوع من التحالف الإقليمي الموجود في المنطقة يأمن لها حزام داخل مغرب العربي يشكل نوع من قلب المغرب العربي داخل فيه ليبيا بجانبها الغربي بجانبها الحكومة الغربي فيه الجزائر وفيه في قلبه موجودة تونس الهذاية معادية للمغرب بدرجة أولى عنده علاقات مع مصر بين أخذ ورد قد تكون معناها الملف الليبي جوهرها العلاقة هذه يشترط فيها معناها سردية العداء للمغرب هل نحن لنا مصلحة في عداء المغرب وإلا لا هذا سؤال يطرح الحاجة الأخرى العلاقة مع الجزائر هي ليست بالعلاقة الأم وابنها الصغير راهوت وين سليخمموا بهذا المنطق هم صحيح نجم يكونوا عاديوا في فكر استعماري عالمي لكن يستجلبوا في حالة إقليمية معناها لا تبعد استعمار على هذا تحويل تونسي لحديقة خلفية لأي كان للجزائر للمغرب الغيره راهو قد يسقطنا في حالة من الرضوخ نحن في غنان عنها ونجم نهزوا رأسنا قد نمي الناس كلهم نتعاملون ندل ندل مع ناس كل ولا نرضخ لا للشقيقة الكبرى ولا للصغرى ولا للحمات ولا للجدة نحن دولة قايمة الذات وكيانها قايمة ذات كان دول فيديو دليوم اخلوا لي الرأي دي لكم تعليقاتكم بخلوطوا لي بالرأي دي لكم ناسي ما زال ما مشاركينش معانا الشارك ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دينا دائما شكرا لأي واحد قد عملوا محتوى دينا وكيف العادة نتشوفوا في فيديو جديد ديما مغراب